ما الذي يحتاجه قطاع غزة الآن وعلى عجل؟ يعني قطاع غزة أولاً يحتاج على عجل وقف الحرب هذا أولاً نعم ثانياً طالما أن الحرب مستمرة يحتاج إلى إدخال مئات الشاحنات يومياً من المساعدات الغاثية وهذه المساعدات يجب أن تصل أيضاً إلى شمال قطاع غزة لأن الناس هناك وصلوا إلى مرحلة أكل علف الحيوانات هذه ليست يعني مبالغة نعم يأكلون أعلاف الحيوانات بعد أن يتم فرزها من جديد أخذ الضراء وأخذ الحبوب اللي فيها والتعامل معها كغذاء هذا هو الوضع هذا هو الوضع أشكرك جزيل الشكر دكتور سفيان أبو زايد الوزير الفلسطيني السابق والقيادي شكراً جزيلاً لك شكراً حافظ